السلام عليكم ازايكم يا حلوين عاملين اي يا رب اكونوا خيئ النهاردة جايبا لكم فكرة حلوة اوي 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 لو عندكم مصفة زي فكرة حلوة جدا لديكور للشقة والديكور ده هيكون اضافة سهلتها عليكم او بس مش اقول لكم ايه ايه خليكم معي الاخر الفيديو علشان تعرفوا هنعمل ايه بالمصفة دي يلا بينا بس قبل ما نروح نشوف الفيديو خلينا اقول لكم لو انت اول مرة تشوفوني وتحبوا النوعية دي من الفيديو هاي اشتركوا في القناة وفعلوا بجرس علشان يوصلكم الفيديو او للنس اما الناس الحلوة بزيادة اللي متابعين يا ولكم بكل الحلوين لايك وشال لس حقكم علشان يستفيدوا زي يلا بينا يلا بينا اول حاجة هنجيب المصفة زي ما قلت هتجيبي مصفة تكون الوسع دا او اصغر شوية زي ما تحبي وهتجيبي مصدس الشمع او لو عندك مكوة لحام زي دي كده هتخرمي بيها الحفان بتاعة المصفة بحيث ان الخروم تكون الابعاد ما بينها متساوية يعني يكون ما بين كل خرمة والتاني حوالي اتنين صمتي مثلا او تلاتة صمتي زي ما احنا شايفين كده بعد كده بقى هنجيب خرز لونين وهنعمل عقد طويل يعني بالطول اللي انت عايزاي يعني عقد يكون نفس الطول اللي انت بتلبسيه مثلا وهنعمله باللونين الخرز اللي عندنا هنعمل مثلا خمس خرزات بلون وخمسة بلون تاني وهكذا يعني اعملي الشكل اللي انت عايزاي الشكل اللي انت حباي يعني وهنعمل العقد زي ما احنا شايفين كده هنرس الخرز اللي ده وبعد كده هنعمل اكتر من عقد يعني انت علشان هتركبيهم في المصفة بس هيكون بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده وهنحط في طرف الخيط بتاع العقد هنحط ابرة من الطرف اليمين وابرة من الطرف الشمال وهنجيب المصفة بقى ونبدأ نركبهم في المصفة بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده وتحطي خرزاي علشان تقفليها اهيه وتدخلي الابرة في الخرزة تاني علشان نقفلها نزنقها كده في المصفة وبتسيبي اربع خروم وتيجي في الخرم الخامس وتوصلي الطرف التاني وتيجي بقى في الخرم اللي بعد العقد اللي ركبتيه وتوصلي الطرف وهنا برضو النحط تاني الخرم اللي بعديه وتوصلي الطرف تعملي اربع عقدة توصليهم كده في المصفة بحيث ان انت تكوني سايبة ما بينهم اربع خروم في النص اهو شايفة دي بعد ما عملنا الاربع هنركب الاربع تاني نيجي في الاربع خروم اللي احنا سايبينهم وهنركب اربع اطراف من هنا وهنروح النحط تانية هنكون سايبين اربع خروم ونعم يعني هنسيب تمانية ونيجي عند التمنى ونبدأ نركب طرف من الاطراف بالطريقة دي كده اهو زي ما انتو شايفين بحيث انه هنركب اربع وهيكون في اربع بقيين في النص علشان نقرر تاني ونعمل بنفس الطريقة اهو شايفين اهي علشان تطلع بالشكل ده بعد كده بقى هنعمل اه اه اللي هي الاطراف اللي هتكون نزلة منها من جوه اه اه تعمليها باي اشكال بقى يعني انتي الخرز اشتري الشكل اللي عاجبك يعني اللي هو الخرز اللولي ده اللي بيدة شكل اللولي زي ما انتو شايفين كده وترتبيها بالطريقة دي يعني احنا هنركب الخرزات الكبيرة وبعدين الوردة وبعدين اه نشكل ما بين اه لونين الخرز اللي عندنا الرطس خمسة وخمسة بالطريقة دي كده يعني زي ما انتوا شايفين وهنجيب المصفى ومن جوه هنعلقه وهنحط اهي خرزايا من فوق علشان نقفلها نقفل الخيط اهي ونقفلها كده وهنكرر تاني اهو شايفين شكلها اهو ده كده شكلها اهي هنكرر تاني هنعمل عشر اهو صفوف بعد كده هلزق هنا المكان اللي انا حطيت فيه اللولي ده هلزقه علشان يبقى شكله حل بشريتسة تاني على فكرة يعني ده شريتسة تاني واللزقه بالشمع بعد كده هعمل لها اليد اللي هعلقها بيها اليد دي دي هتبقى اربع اطراف طبعا هتدخليها من تحت بخرزايا وتقفليها بخرزايا من فوق وبعد كده تعملي الصف كله بالطريقة دي بلونين الخرز اهو عملنا اربعة وهنجيب دايرة يعني دبلة ودي ممكن تجيبيها تكون في مداليا في اي حاجة عندك ونربطهم الاربع مع بعض هنا بقى هنخرم في النص الخرم اللي هنحط فيه السلك بتاع الدوية بتاع اللمب اهو هنركبها كده طبعا السلك دا علشان هنوصله هنوصله في القهرباء وقادي شكلها بعد ما خلصت شكلها روعة 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 زي ما انتم شايفين دا شكلها اه قبل ما ما تبقى منورة وشكلها جميل جدا ممكن تجربوها وده شكلها بعد ما تنور على فكرة انا عايز اقولكم ان الفيديو دا مش انا اللي عمله صديقة ليه هي اللي عمله اتمنى ان هو يكون عجبكم وصدقتي دي اجنبية بس انا حبيت اقدمه لكم باللغة العربية اتمنى يكون عجبكم وتجربوه ولو عملته زيها ابعتولي استورة على الانستجرام وانا هنزلها لكم عندي على الاكاونت بتاعي قابلكم الفيديو جاي على خير والسلام عليكم رحمة الله وبركاته